لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في بلد أعتاد على تكبيل الحريات ومنها حرية التعبير فما صدر من مذكرة إلقاء قبض قبل يومين بحق أربعة ناشطين من الموصل دفع بلفيف من شباب المدينة لعقد مؤتمر يرفضون فيه تكميم الأفواه والتعبير صدنا اليوم بصدور أوامر إلقاء قبض بحق أربع من شباب وناشطين محافظة نينوى بسبب شكوى تقدم بها أحد مسؤولين محافظة ضدهم لا شك أن هذه الطرق التعسفية ومصادرة حرية الرأي التي كفلها الدستور العراقي تعتبر سابقة خطيرة في محافظة نينوى بشكل عام وعلى حرية الرأي والإعلام بشكل خاص نشطاء الموسليون فندوا ادعاءات مدير صحة نينوى فلاح الطائي واصفين إياها بالكذب مطالبين نواب نينوى ومحافظها نجمة جبوري ورئيس الوزراء الكاظمي بالتدخل لحسم قضية الناشطين الذين عبروا عن آرائهم جراء ما تشهده المدينة من واقع صحي مخجل ادعاء كان تحت أنه مثل ما صرف سابقا أنه تهديد وهذا الادعاء كاذب بدليل أن أحد الناشطين أو العفو أي أحد الناشطين المتهمين لم يكن لديه أي وسيلة تواصل أو حتى لقاء مع مدير صحة نينوى نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محافظ نينوى المحترم نواب نينوى بالتدخل والدفاع عن هؤلاء الأبطال مذكرات القبض التي صدرت بحق الناشطين جوبهت برفض واستنكار شعبي وحكومي ما دفع بمحافظ نينوى نجمة جبوري ونواب عن المحافظة إلى التدخل لفض الصراع والخلاف الذي حصل ما بينهم وبين مدير صحة نينوى وتأكيد مراقبين على تجنب هذه الخلافات والاهتمام لواقع المدينة من الموصل سعد منصور التغيير الفضائية ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا